السلام عليكم و اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولتنا في العاصمة الادرية الجديدة نهاردة 8 فبراير 20-24 حاليا موجود في الميدان الرئيسي قدام كاتدرائية ميلاد المسيح على محور من زايد الجنوبي هناخد جولة سريعة كده في العاصمة الادرية الجديدة من قدام كاتدرائية ميلاد المسيح اللي في الصورة كده وده طبعا منطقة المستثمرين وهنروح لحد منطقة محور الامل مرورا بمنطقة الابراج والنهر الاخدر وهنتمشى كده في العاصمة الادرية الجديدة ونشوف اخر التطورات طبعا الميدان اللي قدام حالاتكم ده كده ده موجود على محور من زايد الجنوبي مع محور الماسة تقاطع محور من زايد الشمالي مع محور الماسة وبيمر في قلبه زي ما حالكم شايفين مصار الكتار الكهربائي وفي محطة خاصة بالكتار الكهربائي هتكون قدام كاتدرائية ميلاد المسيح واحنا كده داخليين على محور من زايد الجنوبي بيكون على قدينة اليمين كومبان جوهرات العاصمة وعلى قدينة الشمال منطقة ارض المعارض او مدينة المعارض هتعمل في العاصمة الادرية الجديدة هتكون على قدينة الشمال زي ما حاكم شايفين كمية العربيات والحركة الموجودة في العاصمة الادرية حاجة بقينا معتدين عليها خلاص العاصمة ما بقيتش خاصة بالعمال والمهندسين الموجودين في العاصمة بس لا بقيت موجودة لموظفيين شغالين في العاصمة وبتنقلوا كل يوم ما بين مكان سكنهم لحد العاصمة الادرية الجديدة عدد كبير جدا من الناس بترتدي العاصمة الادرية الجديدة على قدينة اليمين ده كل ده كمباوند جوهات العاصمة منطقة العمرات علشان برضو الناس اللي هتسألني هتسألني تقولي الكمباوند الاسعار في كام لسه لحد الوقت ما فتحوش بيع في الكمباوند الكمباوند لحد الوقت لسه ما فتحوش فيه اي بيع كل دي منطقة عمرات وبعدها منطقة فيلات والكمباوند بالمناسبة هو موجود في قلب منطقة النهر الاخضر بين محور بنزايد الجنوب اللي احنا ماشينا عليه ومحور بين زايد الشمالي اللي في الاتجاه التاني من الكمباوند طبعا النهر الاخضر جاي من عند مسجد الفتاح العليم من اتجاه الغرب لحد ما ممتد بين محور الزايد الشمالي والجنوبي واتجاه الشرق علشان الناس تبعرف دي كده منطقة الفلات في الكمباوند وبعد تظهر قدام حضراتكم دي كده منطقة الابراج منطقة الاعمال المركزية لان عارفين منطقة الاعمال المركزية برضو في قلب منطقة النهر الاخضر جواهرات العاصمة وأصبح قدامنا على طول منطقة الأعمال المركزية منطقة الـ CBD وبرضه السؤال اللي بتسئله على طول مباشرة في كل الفيديوهات الخاصة منطقة الأعمال المركزية إمتى كابلات الضغط العالي دي هيتم إزالتها أنا بصراحة ما عرفش والله هي طبعا الناس كتيرا بتنتقد وضع الكابلات لأنها طبعا يعني بخليها المنظر مش أحسن حاجة فأنا ما عرفش بصراحة تشل إمتى بعد الطريق الدائرة القريمة على طول على قدينة اليمين بدأت تظهر منطقة الجامعة الألمانية دي الجامعة الألمانية قدام منطقة الأبراج مباشرة وطبعا على محور بنزايد الشمالي في ظهر منطقة الأبراج مباشرة برضو الجامعة المعلوماتية بمنطقة العمال المركزية قدامها جامعة الألمانية وفي ظهرها الجامعة المعلوماتية كل دي المنطقة الخاصة بالجامعة الألمانية وفي ظهرها على طول منطقة الأبراج إزا ما حاكم شايفين كل ده احنا ماشيين على محور بنزايد الجنوب يا جماعة عشان الناس تبقى امتبع معنا واذا ما حدقوا شايفين برج الايكوني بتوسط منطقة العمالة المركزية بارتفاع 79 دور 385 متر اعلى برج في افريقيا ده كده مسجد الشهيد رقم 3 فيه 3 مساجد بنفس الشكل ده بالزبط كده على المحور بنزايد الجنوبي الشهيد رقم 1 وده مسجد الشهيد رقم 3 قدام منطقة العمالة المركزية برضو على محور بنزايد الشمالي في الاتجاه المقابل فيه مسجد الشهيد رقم 1 ومسجد الشهيد 3 4 و 5 و 6 قدام من حيث سكن R2 و R3 و R1 عشان الناس تبقى عارف ما حقوش شايفين كل ده منطقة العمالة المركزية خلاص المنطقة من جوة من الداخل بنسبة 95% تكاد تكون انتهت وحاليا نشغالين بقى في اعمال الانترلوك والبلدرات والحاجات دي وبالاضافة لتشتيب الابراج من الداخل اذا هكو شايفين احنا اصدنا بالزبط كده النحاة التانية على المحور النحاة التانية كده الحي السكني R6 والمبنى الابيض اللي في اخر الصورة على ايدينا للشمال ده ده المستشفى العاصمة القدرية الجديدة المستشفى الوحيدة اللي اتعامل لحد دلوقتي في العاصمة القدرية الجديدة المنطقة اللي هناك دي هتكون مدينة طبية متكملة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بالاضافة للمنطقة الفاضية اللي بنا وبين الحيسكنا ار سيكس دي لها تكون منطقة أبراج هتكون مدينة خاصة بالإنتاج الإعلامي هتكون موجودة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة زي ما حدقوا شايفين كده ده طبعا آخر برج عدين الشمال واء برضو النحية التانية يكون في منطقة أبراج خاصة بالشركات الخاصة ده كده سكن العاملين في قلب منطقة الاعمال المركزية وده بدأ يظهر قدام حضراتكم مسجد الشهيد رقم اثنين اللي في النص ده وده كده الحي السكن زي ما قلت لحضراتكم الارض الفاضي قدام الحي ده هتعمل كلها منطقة ابراج عالية خالص هتكون خاصة مدينة انتاج اعلامي وبرضو شركات الميديا وشركات الاتصالات والحيات دي هتكتب برضها مقارات هنا في المكان الوصولات حضراتكم على طول عشان يستو بعرفة على محور منزايد الشمالي موجود تلاتة حيات سكنية ار وان وار تو ار سي على محور منزايد الجنوب اللي احنا مشين عليه فيه اول ما تدخل من عليها عند مسجد فتح العليم فيه لوفيستا كومباوند لوفيستا سيتي وبعد منه المفروض هتعمل الحي السكني ار فورد ده لسه متعملش في اي حاجة وبعد منه على طول الحي السكني ار فايف والحي السكني ار سيكس اللي قدام حضراتكم يبقى فيه اتنين فئة حيين سكنيين موجودين على محور منزايد الجنوبي بالاضافة لكومباوند لوفيستا سيتي والحي السكني الرابع ار فور لسه متعملش فيه حاجة ار عطور ارض فاضي ده مسجد الشهيد رقم اتنين قدام حضراتكم المكان ده كان تب عاليا كده وكنت مصورها زمان من سنتين تعليم او سنتين ونصف وكانت فاضي عبارة عن تب عاليا كده ما كانش فيها اي حاجة اتعمل طبعا ما شغالين في منطقة النهر الاخضر برضو بنسبة 95% تكون ممكن تكون خلص خلاص وان شاء الله هنحدد لها فيديو الوحدة ونصور فيها فيديو الوحدة بازن الله تعالي هنبدأ ننزل هنا قدام حضراتكم نازلة بتاعة النفق اللي بين الحي السكني الر2 والحي السكني الر3 وبرضو لو كملنا لو اللفينا ورجعنا تاني بظهرنا كده هنخش بين الحي السكني الر5 والحي السكني الر6 احنا كده داخلين في قلب منطقة النهر الاخضر قدام حضراتكم النازلة اللي جاة دي ده كده منطقة النهر الاخضر ازا ما حالكم شايفين هي المسافة بين محور مزايد الجنوبي ومحور مزايد الشمالي النازلة اللي احنا نازلينها دي المفهولة على ايدنا اليمين وادنا الشمال منطقة النهر الاخضر هنا في مساحة كبيرة جدا خاصة بالاحتفالات مفتوحة كده ويعملين فيها ابراج مرأبة وتصوير وحاجات زي كده اللي هو باللون الاخمر ده ده برج محطوط خاص بالتصوير والمرأبة في قلب ساحة خضرة كبيرة جدا ممكن الناس كتير كات شافتها احنا مفتوحة دلوقتي في قلب منطقة النهر الاخضر على قدينا اليمين منطقة الاعمال المركزية وعلى قدينا الشمال برضو منطقة النهر الاخضر ازا ما حالكم شايفين هنا فيه مباني فيه بحيرات فيه شغل كتير جدا ومعمول في قلب منطقة الاعمال في منطقة النهر الاخضر ده كده محور مصار المونوريل على محور منزايد الشمالي وده مسجد الشهيد رقم خمسة قدام حضراتكو ده كده زي ما حضراتكو فيه تلت مساجد معمولة على محور منزايد الشمالي وتلتة معمولين على محور منزايد الجنو النفق ده كده بيمر تحت محور منزايد الشمالي بيدخلنا على طول على منطقة محور الامل منطقة الاميو 23 هنخشها دلوقتي نشوف احدث الاعمال ونشوف اخر تطورات الاعمال هناك وصلت لحد فين طبعا محور الامل من اهم المحاول الخدمية في العاصمة الادارية الجديدة بيخدم على الحي السكن والحي السكن الرسل ده كده الحي السكن الرسل وده كده الحي السكن الرسل وفي النص منطقة مولاد كبيرة جدا تتخدم على الحيين طبعا الحيين اللي اتنين فيهم عدد تقريبا خمسين الف وحدة سكنية فمن المقرر ان المنطقة دي هتخدم على خمسين الف وحدة سكنية تقريبا خمسين الف اسرة هيكون موجودين في المكان اللي هنا في الحي السكن الرسل اللي قدام حضرتكو ده والحي السكن الرسل طبعا ده كده تقاطع محور الوزرات اللي احنا مموجودين عليه دلوقتي اصبحنا على محور الوزرات مع محور الامل اول مول قدام حضرتكو ده كده تابع لشركة اي تي سي تمن تلاف متر تابع شركة دهب اسمه مشروع اي تي سي ويعلى ايدينا للشمال مشروع اه تابع شركة بروك سبارك مول تسعة تلاف متر ده كده خاص بشركة دهب لو حاكم شايفين مباني ده لوكيشن طبعا في ظهر المولات والخدمات الموجودة هنا في مدارس برضو بالطول على مناطق الاحياء السكنية طبعا فيه كرين ريفر ريفر جرين تابع شركة ام بي جي مول طب بالكامل ده زها مول قدوم حضراتكم وفيه مسجد كان في الصورة من شوية دي تابة كده المكان ده كله كان عبارة عن تابة عالية كده وتم حفره طبعا هنا في جولد انطور مول رقم اتنين لهم شركة النصر اتخذت مول وبانيته قبل كده وده المول التاني اللي بيحفروا فيه ده كده خاص بباريس مول وباريس است مول وده كده ميدان كبير لو حابنا نخد دخل في قلب الحياة السكنة ار سري من هنا هندخل لو حابنا نخش الحياة السكنة ار تو من اتجاه التاني هندخل ده كده محور الامل عشان الناس تبعارفة المكان اللي احنا ماشين فيه يبقى احنا جينا من عند مسجد من عند الكاتدرية لحد مدخل العاصمة الادرية ده كده جولدن طور مول وده محوراتكم اول من اول المباني اللي اتهت هنا وطبعا هو مباع بالكامل ده قبال وعلى قدينا الشمال هنا هيكون بيونير بلازة برضو من اول المباني اللي خلصت هنا في المكان زي محوراتكم شايفين بسم الله وان شاء الله المكان يعني اقصى من رائع يعني خلاص فيه طبعا فيه اراضي لسه بتنترح فيه للبيع لحد دلوقتي لسه الدولة طرحة شركة العاصمة طرح اراضي هنا في المكان للبيع المفاترة كده ممكن خمس او ست مولات تم ترحوهم للبيع زي محوراتكم شايفين كل دي مولات موجودة لو دخلنا من هنا كده هنروح حي المقصد وهنشوف الجامعات الجامعة الكندية والاوروبية والجامعة المعلوماتية ده كده المدينة الرياضية اللي في شمال العاصمة الادرية الجديدة اللي فيها الصلاة المغطاة وحمامات السباحة شمال العاصمة الادرية الجديدة احنا كده وصلنا شمال لو كملنا على طول طلال الكبري هنطلع على طريق السويس واحنا كده يعتبر في المكان الفاصل بين مستابل سيتي وبين العاصمة الادرية الجديدة هو المدينة الرياضية دي المدينة الرياضية دي الصلاة المغطاة الموجودة في المدينة الرياضية شمال العاصمة الادرية الجديدة ده كده المحور الفاصل بين مستابل سيتي المكان اللي على صور النحية التانية ده مستابل سيتي كده اصبح مستابل سيتي على قدينة الشمال والعاصمة الادرية الجديدة على قدينة اليمين نحن كده في أول نقطة في العاصمة الادرية الجديدة من اتجاه الشمال عشان نستبع رفا مدينة الرياضية أول حاجة بتقابلها في العاصمة الادرية طبعا في اتنين مدينة في مدينة الرياضية شمال العاصمة فيه المدينة الاولمبية جنوب العاصمة الادارية الجديدة على طريق العين السخن اللي فيها الاستاد اللي بيسعى لتسعين الف متفجته. زي ملتوحاتكم لarde الف 살�ة اللي فيها العمدان دي. كل دي مستقبل 6. بينا وبين مدينة من هنا كده تناreiبا اتنين كيلو. أتنين كيلو بتفصلنا عن مدينة. كل دي المدينة الرياضية طبعا برج لايكون بيظهر من هنا. قصدنا المدينة الرياضية من ناحيا تاني على طول مغشرة كده هيكون حي المقصر. لو دخلنا من هنا كده نخش حي المقصر. ده كده نادي خاص بآآ أسر الشهداء والمصابين. موجود ده كده المكان ده كده. شايفين? طبعا لو كاملنا كده بنرجع تاني على الطريق الدائري الاقليمي. دي كده الجامعة الاوروبية. شايفين نستطيعها. الجامعة الاوروبية. العاصمة الادارية الجديدة. زي ما قلتوا حضراتكم على ايدينا الايمين كده للعاصمة الادارية على ايدينا الشمال مستابل سيتي كل ده كده. لو برضو كاملنا في الاتجاه التاني كده نروح على الطريق الدائري الاسطي آآ من عن بوابة الرئاسية لمستابل سيتي. دي كانت جولة سريعة كده في قلب العاصمة الادارية الجديدة. تمشينا من كاتدرائية ملاد المسيح. مورينا على منطقة العمالة المركزية. آآ محور بن زايد الجنوبي. بعد كده دخلنا في قلب منطقة النهر الاخضر. وتمشينا في محور الامل منطقة امي يوتو انتسري. ووصلنا آآ لحد المدينة الرياضية. وتمشينا لحد المكان اللي احنا موجودين في ده كده. لو كاملنا على طول هنروح عند الاصر الرئاسي. ومنطقة الوزراء. الناس ما تنساش تعملنا لايك للفيديو. ولو انت اول مرة تتابعنا على قناة المهندسين الوطنيين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ييوطلك كل جديد خاص بقناة المهندسين الوطنيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.